قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لن يشارك في منظرة انتخابية أخرى مع منافسته نائبة الرئيس كاملا هارس قبل انتخابات الخامس من نوفمبر بعد أنها ظهرت استطلاعات رأي فوز منافسته الديمقراطية في المناظرة التي أجريت هذا الأسبوع فيما يواصل المرشحان الجمهوري والديمقراطي جولاتهما الانتخابية في الولايات المتأرجحة المزيد نتابعه في السياق هذا التقرير بعد مناظرتهما والتي من المراجح أن تظل الوحيدة يسرع مرشح الحزبين الجمهوري والديمقراطي دونالد ترامب وكاملا هارس وطيرة الحملة الانتخابية في الولايات المتأرجحة بسباق البيت الأبيض بحثا عن أصوات ثمينة قد تحسم المنافسة الرئاسية بينهما المقررة في نوفمبر المقبل فبعدما خرجت منتصرة من المبارزة المتلفزة التي استمرت تسعين دقيقة تحاول نائبة الرئيس الأمريكي الحالي كاملا هارس لاستفادة من الزخم وأكدت في كارولينا الشمالية أن الولايات المتحدة مستعدة لمسار جديد وجيل جديد من القادة واتهمة مجددا رئيس السابق دونالد ترامب بأنه كان السبب وراء القيود غير الأخلاقية على الحق في الإكهض كما رأت الديمقراطية البلغ تسعة وخمسين عاما أن الناخبين يستحقون مناظرة ثانية لكن الملياردير الجمهوري البلغ ثمانية وسبعين عاما رفض خوض مبارزة قتيدة معتبرا أنه فز بالأولى وبعد هدنة عابرة لتكريم ذكرى ضحايا هجمة الحدي عشر من سبتمبر نظم ترامب تجمع انتخابيا في أريزونا الولايات الغربية المتخمة للمكسيك وجدد نعوده الانتخابية بمخاربة الهجرة غير الشرعية بالطرد الجماعي حالا أصبح سيد البيت الأبيب من كديد وكما كان الحال في الدورتين السابقتين من الانتخابات الرئاسية يمكن أن يحسم مصير انتخابات 2024 بضعة ألف من الأصوات في بعض المقاطعات الاستراتيجية في ست أو سبع ولايات متعرجحة وذلك بسبب نظام الاقتراع العام غير المباشرة لكن احتمال تقارب نتائج الانتخابات يثير مخاوف من موجة من الاحتجاجات العنيفة المحتملة في حال رفض ترامب الإقرار بهزيمة جديدة محتملة وهو ما أدى لإعلان السلطات الفيدرالية أن التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في الكونغرس في 6 يناير سيتم بأعلى مستوى ممكن من التأمين لحدث رسمي في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر